وناخد مع حضراتكم الخبر اللي بعده كاميرا ميسات رصدت واحدة مهمة من أهم المبادرات لدعم زول أعاقة والتي تهتم الدولة بمشاركتهم جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع والمبادرية كانت في المركز الألومبي في المعادي لوقتي هنطلع نشوف تقرير أعدته زملتنا جيسي متحت وبعد التقرير خليكم معنا في إطار التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات وأيضاً التعاون القائم بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة تم تتشين برنامج التثقيف السياسي لذوي الإعاقة وذويهم ضمن مبادرة صوتك حقك هي مستفدة جداً من اللي احتفالي دي وإن اللي احتفالي دي حاجة جميلة جداً علشان لازم إحنا ندعم بلدنا علشان نشارك في الانتخابات الرئاسية إن مصر هي أم الدنيا والحمد لله إن في مكتسبات لنا إحنا طبعاً أنا بحس كل الناس وكل المواطنين هما ينزلوا في الانتخابات ويقيدوا إن شاء الله بإذن الله ما يريدون بس أنا من وجهة نظري الفترة القادمة معي وفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي هو الأصلح لها لأنه صراحة أنا بتكلم عن زيو الهمم عمل معنا الصح ودنا كل حقوقنا في عصره يقوم البرنامج بعدد من الندوات التثقفية لتوعية ذوي الإعاقة بكيفية ممارسة حقوقهم السياسية وتعريفهم أيضاً بالإجراءات التي أتحتها الدولة للتيسير عليهم في عملية الانتخاب وذلك لحسهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بنبدأ أن نقول لهم إحنا من خلال المشاركة الإيجابية قدقي إن إحنا بيبقى لنا مكتسبات بمعنى إن أنا دايماً أقول لهم إحنا لما شاركنا في الدستور كان لنا في الدستور تسع مواد ولما شاركنا من خلال المواد الموجودة في الدستور بقى لنا ممثلين داخل مجلس النواب محور كلها بتمكن الشخص اللي عنده أعاقة من الوصول للجنة وفي الآخر بيحط صوته باستقلالية وبحرية المحور الأول هو التوعية هو عنده قانون عشرة 2018 بنعمله توعية به وعنده قانون وعنده استراتيجية وطنية لحو الإنسان في المحور الثالث لتمكين في المجتمع ونهارده بنكلم عن التمكين السياسي فإحنا بنعمله تدريب وتوعية بهذا بحق وإحنا لنا رؤية معينة في الموضوع إن كمان الولادنا وولاد وزارة الشباب ورياضة الأشخاص الطبيعيين هيكونوا سند وهيكونوا تحت عمر إخواتهم من زاوي الهمم من زاوي الأعاقة إن هم يوصلوهم لأماكن الإدلاق بالأصوات وهيكون كمان تحت طبعا بكل نزاهة وكل شفافية العملية الانتخابية طبعا بالإشراف القضائي الهيئة الوطنية للانتخابات أحد أبرز أدوارها هو التوعية والتسقيف بأهمية الحدث الانتخابي القادم وأي حدث انتخابي وبالتالي الهيئة الوطنية بدأنا فعلا في إعداد دورات تدريبية للمدربين اللي بيقوموا بتدريب الأشخاص ذاوي الإعاقة تهدف الفاعلية إلى تعريف الأشخاص ذاوي الإعاقة بأهمية وقيمة صوتهم الأمر الذي سينعكس عليهم إيجابيا في ممارسة حقوقهم السياسية وأيضا لتعزيز القوانين التي تضمن دمجهم وتمكينهم في المجتمع إيمانا بدورهم الفعال والمؤثر قوانين جادة تضعها الدولة لدمج ذاوي الإعاقة وكما قال الرئيس السيسي إن المجتمع القادر على تحقيق آماله هو المجتمع الذي يقدر قيمة ذاوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم شريكا أساسيا في الوطن من فاعليات تدشين البرنامج التفقيف السياسي لذاوي الإعاقة وذويهم جسيمت حت ميسات اشتركوا في القناة